رسم جديد استحدثه معدو مشروع قانون مالية 2021 يخص توطين العمليات البنكية الخاصة باستيراد السلع والخدمات باستثناء واردات المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتم في إطار الصفقات العمومية الممولة من طرف الخزينة العمومية وهو ما يرشح أسعار كثير من السلع والخدمات خاصة المستوردة إلى الارتفاع بدءا من السنة القادمة ويرمي نص مشروع ميزانية 2021 إلى وضع قيود على عمليات تحويل العملة الصعبة باتجاه الخارج تحت غطاء الاستيراد وضمن مسعى الحفاظ على العملة الصعبة ومنع تهريبها يحدد نص المشروع في المادة التاسع عشر التي تعدل المادة 182 من قانون الضرائب والرسوم المبالغ المدفوعة مقابل عمليات استيراد السلع مؤكدا على أنها وحدها المعفية من الالتزام باكتاب التصريح بتحويل الأموال نحو الخارج وفي إطار مكافحة تهريب الأموال وتنظيم تحويلها يشدد نص المشروع أيضا على ضرورة التصريح مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة بتحويلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين بالجزائر في حين تعفى المبالغ المدفوعة كأجور لعملية استيراد السلع من هذا الالتزام وتبقى عمليات استيراد الخدمات ملزمة بتصريح تحويل الأموال نحو الخارج خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الوطني جراء تهريب مئات ملايير الدولارات خلال السنوات الماضية في ظل غياب أطر قانونية تضع حدا لتضخيم الفواتير وفوضى استيراد السلع والخدمات وهو ما أجبر المشرع في تحضير ميزانية 2021 لإدراج إجراءات تحد من هذه الظاهرة لكن لها تداعيات على القدرة الشرائية للمواطن البسيط